فضلوا السرية بسم الله أبوه والابن والراحة القدسة لله الواحد أمين تحل علينا نعمة ورحمة وبركة من آن وإلى ظهر دهور كلها أمين وقت صعب بالنسبة لنا وتوديع أخونا وحبيبنا أبونا سوريال ورشاليمي اللي فاجأه الموت أمس وهو معانا في الصلاة في جبل الصعود أبونا سوريال من الأباء اللي هم أصحاب القلب النقي اللي كان موجود معانا في الدير تملأه الغير على المكان شعلت نشاط بيحب المكان بكل طاقته خدوم للكل محب للكل بازل الحاجة بتاعته مش ليه لكن دايماً يوزعها على غيره والكثير لمسوا هذا الكلام والرسائل اللي جات مبارح كثير خالص والتعزيات من كل الأطراف حتى قدسك بواب عكتنا رسالة تعزية بيعزي وبيقول إن الخبر صعب انتقال هذا الراهب الحبيب في هذا السن الصغير ولكن سفر الحكمة سليمان الحكيم بيقول لنا كان مستوفياً أياماً كثيرة في زمن قليل هو عمل كل الرسالة بتاعته في زمن صغير فخلص الرسالة بتاعته وربنا جال له كفاية عليك كده أولاً سوريال كان مسك أشغال كثير في الدير يمكن هي موسمية مش وراء بعض يعني كل الشمع اللي بتستهلك كنيسة قيامة واللي بنستخدمه في سابة النور هو اللي بيعمله طبعاً بيساعدوا بعض الأباء لكن هو الأساس في الموضوع حتى في موسم المقدسين لما كانوا بيجوا أي حد كان بيتعب أو لقد تحصل حدثة وفاء هو برضي بمساعدة الأباء هو اللي بيجري على المستشفيات ويجري على الأسعاف ويجري هنا ويجري هنا لغاية إذا كان حد سليم يعني لغاية لما يطلع من المستشفى ويوصل لغاية المطار عشان يرجع بيته كان مسك شغل الأركت هو اللي بيعمل شغل الأركت في بيت حنينة كان مسك الكنايس وهو اللي مسؤول عن توضيب كل الكنايس وكنس الكنايس وطوضيب الأواني وتغيير السطور فرش المسبح وأواني المسبح والأطجم وكل حاجة الشمعدنات والشواري والبخور والفح كل حاجة كان هو اللي مسكها وكان لما يجي حد مسافر أو حد جاي من الصفر إلحى يونه سوريا المطار جري ياخد العربية ويطلع جري يجيب المسافر أو إذا كان حد مسافر يوصل لغاية المطار أو للجسر فكان هو على طول يعني الدنامو بتاع الشغل اللي ما بيكلش وما بيهملش وما يقولش تعبت كان على طول أخرها مصب الخيمة اللي صلينا فيها مبارح دي الخيمة بتاعة الصعود هو اللي عملها بإيده هو اللي مجهزها طبعا عارفيني الخيمة موضوع مش سهل ها بنصلي في جبل الصعود مكان مفتوح لازم تتشد خيمة وأكسات حديد ومواسير حديد وتشد عليها خيام وقصص كبيرة عشان يتعامل جسمي الكنيسة اللي بنصلي فيه جداس هو اللي كان عامله وأخذ الناس وطلع من الساعة خمسة الصبح عشان يجهز المكان اللي هنصلي فيه والمنجليات والكتب والبخور وإلى آخر وكل حاجة ووجف معنا آخر حاجة في العشية هو اللي كان بيوزع كل الصلاوات لأنه هو الكنيسة هو اللي بيوزع لنا المزمير هو اللي بيوزع الصلاوات على الكل لغاية آخر نسمى فيه وبيسألوه هنصدف إنه وشيط الإنجيل بيشاور له مع المكان بتاع الصعود وهو بيشاور رح واجع يعني هو بيمارس شغل لغاية آخر لحظة في حياته بيمرسه بكل أمانة وبكل غيرة وبكل محبة محدش كان بيضغط عليه هو اللي كان بيطلب إحنا رايحين بكرة جهزولي في كذا وكذا وعاوز كم واحد من العمال والشباب عشان يساعدوني وهو اللي يجري جاري عشان يجهز كل حاجة ف لكن ربنا عاوزه هو ربنا شاف إنه هو اشتغل كتير وتعب كتير وكفاية عاد طبعاً نسيت ما أقول لكم أنه هو اللي كان مؤسس مدرس الأحد وتعب كتير مع الأولاد في مدرس الأحد وفي الرحلات وفي الأنشطة وفي الدروس وإلى آخر أنا لو جعدت أفتكر حيات كتير كان أبونا سوريال بيعملها ولكن طبعاً إذا إحنا نسينا ربنا ما بينساش ربنا فكر له كل حاجة يعملها وطبعاً انتقاله ممكن يكون مفاجئ لنحن لكن بالنسبة له هو ما كانش مفاجئ لأن في أدلة كتير بتقول إن هو كان عارف من ضمنها لسه أحد الإخوة المدرسين بيكلمنا دلوقت من شوية بيقول إن هو قتعب شوية في ساعة الكورونا وبيقول لأبونا ده أنا شكلي هتوفى فلو توفيت تدفنوني هنا في الجدس فجال له لا أنت مش هتوفى أنت اللي هتدفني أنا فطبعاً جاعد يقول له لا ما تقولش كلام ده ده أنت شاب صغير ده أنا اللي هتوفى جال له لا وأكد وجاعد يصر على أنت اللي هتدفني رأى عند أبونا بولا أبو اعترافه في الإمارات وجاعد عنده أربعين يوم صلى فيهم أربعين جداس كان بيصر يصلي لوحدين مش عاوز حد يصلي معاه وأبونا بولا بيكلمني مبارح جال لي أن تلات مرات في فترة الأربعين يوم دي يقول له أنا هتوفى السنة دي فأبونا يقول له بلاش كلام ده بلاش يظهر في الحياة دي أنت صغير أنت جال لي ما أنا بحذرش أنا بتكلم جد أنا هتوفى السنة دي فهذا التأكيد يدل على أن ربنا ما تدي له إحساس معين أنا بتدي له علامة معينة لأنه مش بيتكلم مجرد كلمة لكن لأ ده بإصرار وأخر حاجة دي كانت من ثلاثة أيام وكان ماشي مع أحد الشباب عندنا في الدير والشاب يسهلوا بيقول لأبونا من ساعة ما رجعت من السفر وإنت مبسوط كده ووشك فرحان جلس الفرح بتاع السنة دي فإحنا بالنسبة لنا الخبر مفايد بالنسبة لنا كانت صدمة لكن واضح أنه بالنسبة له هو كان عارف إحنا نقول له يعني أنت عملت اللي عليك أكملت سعيك وأكملت جهاده وجه المعادة التكليل وجه المعادة أن ربنا يديك إكليل على مجهودك وعلى تعبك وعلى أمانتك أسيب الكلمة لسيدنا الحبيب اللي دايما بيكون معنا في كل المناسبات وبيشاركنا كل المشاهد بنشكر كل الحضور بشكر الأخوة السوريان والأخوة الأرمان على حضورهم وأبونا يوحنا وبنشكر كل الحضرين فضل السيد